اشتركوا في القناة قال انس فما فرحنا بعد الاسلام فرحا بمثل هذا الحديث لما لانه يدلك على انه قد لا يكون لك كثير عمل لكن يبلغ بك الحب الصادق ان تبلغ به منزلة من احبب الرجل قال ليس لي كثير عمل ولا صيام ولا صلاة ولكني احب الله ورسوله قال انس رضي الله عنه وهو يرولنا الحديث ويعلمنا درسا كبيرا قال انس فوالله اني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب ابا بكر وعمر وأرجو ان اكون معهم ونحن اليوم والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب ابا بكر ونحب عمر ونرجو ان نبلغ بحبنا ما لا تبلغه اعمالنا ونرجو ان نبلغ بصادق السير على منهجهم ما لا تبلغه حسناتنا اللهم قد جعلتنا في امة محمد صلى الله عليه وسلم من غير ان نسألك فلا تحرمنا صحبته وشفاعته يوم القيامة والحل نسألك اللهم اكرمنا لصحبته والحشر في زمرته واتباع سنته اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخفج ومن كل بناء عافية اللهم ارحم موتانا واشف مرانا وهذران لنا وثبتنا على الصراط المستقيم اللهم فإن نسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك اللهم فرج كربا مكرومي ونفسهم المهمومين اللهم مكن لدينك وعبادة المؤمنين فوق كل ارض وتحت كل سماء اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك واكفنا يا رب شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة نقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم ذلك على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة